توجى المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بضربات ترجيح بذلك أصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني ثلاثة ألقاب بكأس العالم بعد نسختين 1978 و 1986 بعد مباراة مراثونية على ملعب لوسير بالعاصمة القطرية الدوحة توجى المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم الإثارة بدأت منذ الشوط الأول حيث تمكن ليونيل ميسي من تسجيل أولى أهداف الأرجنتين برقلة جزاء ومن مرتدة سريعة استطاع نجم التانجو ديماريا تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة السادسة والثلاثين وفي الشوط الثاني تمكن كيريا نمبابي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفرنسا من رقلة جزاء قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز هدف التعادل للديوك في الدقيقة الثانية والثمانين وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية ولا تشاهدت تسجيل ميسي هدف تقدم لأرجنتين مجددا واستطاع مبابي معادلة النتيجة لفرنسا في الدقيقة 118 من رقلة جزاء ليصل المنتخبين إلى رقلات الترجيح لتتفوق الأرجنتين على فرنسا وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني ثلاثة ألقاب بكأس العالم بعد نسختين 1978 و1986 فيما يبقى منتخب فرنسا باللقبين حصدهما في عام 1998 و2018 كما حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على الكرة الذهبية لأحسن لعب بطولة كأس العالم قطر 2022 فيما حصل الفرنسي كليان أم بابي على الحزاء الذهبي لهدف البطولة برصيد سمينية أهدف وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة النهائية بتسجيله هدفين كما تألق الفرنسي كليان أم بابي مهاجم منتخب فرنسا بتسجيله هاتريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر